الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ها هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات في خطبة الوداع يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد حرمة الدماء حرمة الأموال حرمة الأعراض لأن المسلم من سلم الناس من لسانه وياده المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله المهاجر من هجر ما نهن الله عنه ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات يحذرنا من الربى كل ربا في الجاهلية موضوع ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات يحذرنا من الثأر من التار كل دم في الجاهلية موضوع ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من اتباع الشيطان ومن خطوات الشيطان إن الشيطان قد يائس أن يعبد بأرضكم ولكنه رضي بما دون ذلك في التحريش فيما بينكم يعني يوقع ما بين الناس الخطوات القليلة من أجل الفتنة ومن أجل الخصومات ومن أجل الشحناء ومن أجل البغضاء ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات يوصينا بالمرأة يوصينا بالنساء النساء في حياتنا الأم والأخت والزوجة والبنت ويوصينا بالزوجة إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا إلى آخره استوصوا بالنساء خيرا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالميراث ايه وعتاك الميراث حد إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه فلا وصية لوارث أسس الحرمات وأسس الحقوق وجعل دستورا عظيما يبقى إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك انظر حوالك في عرفات تجسيد عملي لقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم حولك كل الأجناس على اختلاف ألوانهم واختلاف بيئاتهم وأختلاف لهجاتهم وأختلاف لغاتهم يدعون ربا واحدا ربهم واحد نبيهم واحد زيهم واحد قبلتهم واحدة مكانهم واحد عبادتهم واحدة نشيدهم واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في يوم عرفات تتنزل الرحمات وتسكب العبرات وتستر الذنوب والسيئات ويغفر الله لجميع الأهل الأرض والسماوات لمن تعرض للرحمة فتعرضوا لرحمة ربكم فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة من القرب لا يشقى بعدها أبدا أبدا متى جئتني قبلتك إن أتيتني ليلا قبلتك وإن أتيتني نهارا قبلتك إن تقربت مني شبرا تقربت منك زراعا وإن تقربت مني زراعا تقربت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك مهرولة بابي ليس عليه بواب بابي لا يردك عنه حجاب من الذي أتى بابنا فطردناه من الذي سألنا فما أعطيناه من الذي دعانا فما أجبناه الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سباحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينسى اللهم كما لم تنسنا لا تجعلنا ننساك أبدا وارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا اللهم آمين